خبرنا الأول اليوم قاز الحزب الحرية اليميني بستة مقاعد في انتخابات البردمان الأوروبي في النمسا حيث وصل لنسبة تصل إلى 26% تخيلوا 26% بعد أن كان في الانتخابات السابقة تقريبا يعني ما بين الثامنة عشر إلى التاسعة عشر بالمئة فقط من الأصوات طبعا يا سادة حزب الحرية على ما يبدو أنه فعليا الحزب اليميني أنه فعليا بدأ يحصل على أصوات وبدأ تعود له شعبيته وبدأ يعود ليمسك زمام المبادرة هنا في النمسا حزب الشعب خسر ما يصل أيضا إلى أكثر من عشر بالمئة من الأصوات من ناخبيه وهم العشر بالمئة انتقلوا من حزب الشعب ذهبوا إلى حزب الحرية اليميني المتطرف المؤشرات كافة صراحة تشير إلى أن النمسا مقبلة على مرحلة الانتخابات في التاسعة والعشرين من شهر تسعة المقبل على أن اليمين المتطرف هو من سيحكم النمسا هذا العنوان العريض الحالي الرئيس النمساوي قال أنه لن يوكل السيد هربت كيكل رئيس الحزب اليميني برئاسة الحكومة وفي نفس الوقت حزب الشعب والحزب الاشتراكي قالوا أنهم لن يأتلفوا مع حزب الحرية والذي خرج من فضيحة بالعام 2018 إلى 2019 فضيحة فيديو بيزا فضيحة فيديو بيزا والذي يعني أطاها بالحكومة في ذلك الوقت وتولتها السيدة بيرغت بيرلين التي كانت جنازتها هذا اليوم من المثير للجدل يعني نحن قمنا بطرح سؤال على متابعينا ومشاهدين على النمسا ميديا وقلنا لهم هل تشعر بالخوف على مستقبلك بعد تصدر حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا انتخابات البرلمان الأوروبي وحصوله على يعني 8.5% زيادة عن آخر انتخابات أوروبية طبعا هذا الاستطلاع صراحة أنا كأحمد أزهلني أزهلني فعلا واستغربت يعني أن كيف كان الآلية اللي الناس فعليا بدأت تنظر فيها للأحداث شارك بهذا الاستطلاع يا سادة 989 شخص يعني ألف شخص 75% منهم لا يساعدهم أي مشكلة مع وصول اليمين المتطرف وأنا برأيي يعني كما قال العديد من المحللون وفي لو شاهدتم قمنا بحلقة رائعة يوم الاثنين الماضي مع السيد رفحة زيادة في موضوع في قراءة الانتخابات البرلمان الأوروبي وأكثر من شخص قالوا لك أن الناخبين اليوم يعاقبون السلطة السلطة من كان بها اليوم بغض النظر إن كان حزب الحرية وإن كان حزب الشعب وإن كان أي حزب كان هم فعليا فعليا يعاقبون من هم في السلطة لأن ما حزث نتيجة الفقر التي بحرب أوكرانيا وارتفاع أسعار كل شيء بلا استثناء صراحة خلت كثير من الناس بقول لك لا خلي اليمين يحكمني وخلي اليمين هو يلاقي لي حل وخلي يصير عندي أنا وضع حقيقي وشايفين مبسوط بالصورة قدامكم تويسكي أعتقد كينيتو تويسكي هو فعليا مبسوط وأبدا يعني وهربت كيكل ماسك الميكريفون وجاهز لأنه فعليا للانتخابات المقبلة وبقول لك أنا المستشار الجاي ف75% اليوم من مشاهدنا ومتابعنا بقول لك أنا ما عندي مشكلة مع اليمين أنا أرى أنه فعليا عنده وجهة نظر وتحترم وجهة هذه النظر أنه 95% لا يروا أي شيء أي مشكلة مع وصول اليمين وقسم آخر يحمل يحمل يعني يحمل السلطة الموجودة حاليا المسئولية عن ما آلت إليه الأمور طبعا بنفس الوقت هذا الخبر فيه خبر متصل أيضا تراجع نسبة الإقبال على الانتخاب على انتخابات الاتحاد الأوروبي في النمسا إلى 54.12 يعني تخيل يعني بكل بساطة قلنا نحكيها بلغة واضحة نص الشعب النمساوي انتخبوا النص التاني مقاطع الانتخابات بقول لك أنا لا بدي انتخاب لا بدي أحمر ولا أخضر ولا أزرق ولا أصفر ولا أي لون دليل على أنه فعليا المناخ السياسي ومن يعبر اليوم عن الحالة السياسية في النمسا أصبحت لا تعبر عن نصف الشعب نصف شعب سكان النمسا أضف عليهم أن يوجد تقريبا ربع سكان النمسا 25% لا يحملون جنسية نمساوية مهاجرين لاجئين عمال كل الأنواع هذول لا يحملون يعني ليس لهم قرار سياسي يعني فعليا يعني فعليا ما يصل إلى 3.5 مليون شخص هن فعليا اللي انتخبوا من أصل 10 مليون شخص موجود في النمسا 10 مليون شخصها 3.5 يعني 33% فقط اليوم من يختار من يحكم النمسا تخيلوا هذه نسبة خطيرة جدا الجزء أن ربع الشعب لا يملك الحق الانتخابي والنصف الآخر عفوا والنصف من من يحق له الانتخاب من 6 مليون تقريبا نصفهم لم ينتخبوا 3.6 مليون أنا القراءة عندي إياه 3.6.4 مليون شخص هو المؤهلين للانتخابات واللي شاركوا هاي السنة كانوا تقريبا 33 ألف أو فينا نقول يعني الناخبين حوالي 15 بالمئة من الناخبين المؤهلين يعني بعام 96 كان نسبة المشاركة بالانتخابات 67.7 بالمئة يعني على الأقل تعبر عن ضمير الشعب بشكل كبير جدا بالألفين وأربعة شاركة 42.4 بالمئة فقط من الناخبين مقارنة يعني ب74 بالمئة في عام 2013 2013 كان فيه إخبال كتير كبير على المشاركة بالانتخابات مهم الانتخابات الحالية فينا نقول فيها أنه تقريبا يعني فينا نقول 60-70 بالمئة من سكان النمسا لم يشاركوا بهذه الانتخابات و30 إلى 35 بالمئة هم من شاركوا واليوم أن 75 بالمئة من متابعنا ومشاهدنا لا يرى عنده أي مشكلة بوصول اليمين المتطرف أنا أعتقد أنه عنده وجهة نظر دقيقة وأعتقد أن اليمين لربما سيستطيع حل العديد من المشاكل والقضايا العالقة في النمسا حتما لن تكون الأمور جيدة على طالبي اللجوء واللي عندهم مشاكل بلم الشمل واللي رح نأتي عليها في حديثنا المقبل ولكن لربما سيساهم في حل بعض القضايا الأخرى خاصة الاقتصادية